السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الهلال السعودي عمال يخسر نقاط وهو لا يستحق الفوز النهاردة كمان مع الاتفاق الاتفاق الكارترون بادئ من اول مباراة متهراء يعني فيه تراجع غريب جدا برغم ان عنده في الخط الهجوم لعيبة رائعين يقدر يطلع عليهم ويبني هجمات كان التراجع الكارترون بالذات في الشهوة الاول كان زيادة اوي بصراحة الهلال وقفين المهاجمين زي العساكر الشطرانك ما بيتحركوش من مكانهم ما بيتنقلش من الحتة دي خلص هو راجل مهاجم محترف مفروض بيكون بيلعب في الهجوم نحت اليسار نشوف بيلعب على المرمى بشوف بنعمل كل حاجة هو ليه حاجة واحدة بس انه يجرب الكرة على الخط ويرفع لكن مهاجم الهلال او مهاجم اي نادي عايز ينفس على الطولة ما يكونش عنده حتة واحدة بس ده اللي هو متشيل اللي بيلعب نحت الشمال في الهلال المهاجم ده لعيب في التمانينات اللي هما بيجروا على الخطوط ويرفعه دلوقت السلاسي الهجوم متشيل وماريجا دول اللي اتنين دول على طول مهاجمين اصليين وهم مفروض يبقوا هدفين الفريق فموسى ماريجا واقف ناحية اليمين تشيل واقف ناحية الشمال جالوا مسلم نفسه للمدافعين زي الشطرانج ما بتحركوش السلاسة وسط الملعب كمان ما عندهمش المهاجم اللي بيهاجم أتاك كلهم لعيبة كرة كويسين لكن طب هتكسب ازاي يبقى بتهاجم آه بس هجوم سلبي جدا زي ما قلتلك كارترون بيلعب بتراجع جدا كلامي باختصار الهدف اللي تلغى التسلل هدف فيه تسلل فعلا بتاع صالح الشهري هو كان ناقص الهلال وجملة واحدة بس في تحليل المباراة الهلال ينقصه اللاعب اللي بيجري بالكرة ناحية المرمى او بيتحرك من غير كرة ناحية المرمى زي ما قلتلككم سلاسي الهجوم سبتين سلاسي الوسط لعيبة كرة كويسة شبه بعض ناصر زي مصعب زي كاريرو اللي بيلعبوا كرة كويسين لكن لازم يبقى فيه واحد طبعا غياب سلمان الفرج تأثير قوي جدا اللي هو صاحب اللعبة الحاسمة الباصة الحاسمة كان محتاج مريجة يجالوا بباصة حاسمة يروحوا يسجلوا لكن اعتمدوا على نفسهم وصلابة دفاع الاتفاق وكارترون كان مزودها قوي في الدفاع مع حارس فيكتور متقلق باعت خالص ان ما تحسش لو الهلال هيلعب لبكرة الصبح مش هيسجل اهداف دياز زي ما قلتلك هجوم سلبي كان ممكن الاتفاق النهاردة يكون ليه شكل هجومي احسن من كده انها كنت شافت جابها الشمال عبدالله الخطيب عمل مطش كواس جدا الباك الشمال وقدامه اللعيب الخبرة العالية نعيم السليتي كان كارترون تراجعه زيادة كان ميرجع الكواكبي وراء برغم ان هو مهاجم خطير ناحية اليمين ونعيم السليتي مهاجم خطير ناحية الشمال لكن طريقة لعب الكارترون النهاردة كانوا متراجعين زيادة على زوم فكان مجبوط صعب عليهم انه يكملوا في الهجوم برغم ان الكارترون لو كان طلع شوية بالفرقة القدام كان ممكن يهدد الهلال ويسجل في الهلال زي ما التعاون المطش اللي فات سجل في الهلال زي ما قلتلك الكواكبي والسليتي مفاتيح لعب ممتازين في الهجوم وفرجينو المهاجم برضو متحرك ومهاجم سريع متحرك لكن الفرقة في مكان وفرجينو المهاجم الاتفاق في مكان فصعب ينتج لازم حد يسنده لازم حد يسند معه لازم حد يعمل معاونته لكن زي ما قلتلك كان كارترون كان متراجع زيادة على اللزوم ممكن عشان المطشط اللي فاتت كان فيه سوق نتايج فعايز النهاردة ياخد نقطة مكسب بالنسباله فكان بيلعب عليها الهلال عدم وجود اللعب المتحرك بالكورة شوفوا هتصدقوا كلامي الهلال ما عندهمش اللعب المتحرك بالكورة او اللي بياخدها من نص ملعب يبقى خطير عارفين الدليل ليه؟ تسعين دقيقة ما اخدوش فاول عالتمنتاشر ما اللي بياخد فاول عالتمنتاشر دمين اللعب اللي بتحرك بالكورة بيعدي بالكورة يروح مسكينه او ضربينه او عاملين معه فاول ما فيش ولا فاول في التسعين دي على خط التمنتاشر اخيرا لاعب زي متشيل لاعب كويس كل حاجة بس النادي الهلال الاتحاد جدة لأن الاهلي الزمالك لأن دي اللي بتنافس على البطولة في اي بلد لازم سلاسي الهجوم يكونوا بيعرفوا يسجلوا زي كمان فيه العيبة فص الملعب لازم يكونوا هدفين فما بالك انت بتطلب ان اللاعب فص الملعب يكون هدف ما بالك بقى الجناح الشمال اللي زي متشيل النهاردة فيه ودخل في كذا كورة وجات له كذا كورة وشطها وعارف ان هو مش هيجيب كون لأن هو ما بيعرفش يجيب كون هو نوعية متشيل ده نوعية اللاعب ده انه يجري بالكورة ويعمل بالعرض هو مالوش انه يجيب كون وده غلطة اللي اشتراه السمصار او الوكيل اللي يشتري ليه نادي الهلال مهاجم شمال لازم يبقى زي النحية التانية ماريجة زي موسى ماريجة بيلعب ناحية اليمين وبيلعب عجون كمهاجم وبرضه تجيب واحد ناحية الشمال وبيلعب عجون كمهاجم انه ما تجيبسوا واحد شمال يجري ويرفع ده يلعب في نادي في وسط الجدول في اخر الجدول ماشي يدولوا الكورة ويجري بيها ويبعد الفريق عن الضغط يبعدهم على الضغط اللي هما في نص الجدول وفي اخر الجدول لكن النادي عايز تاخد بطولة المهاجم الشمال ده لازم زي ما بيسلم الكورة يخش يعرف يجيب جوه مشيل ده ما بيعرفش يجيب جوه اوانط يشوت في السماء ما في واحدة في اخر دي اطعم بيها والمزيع قال لك ها انا عارف رحشاتها في المدرجات ما بيعرفش يجيب جوه ما بيعرفش هو مستوف انه يجيب الكورة خفيف ويرفع شكرا